اشتركوا في القناة البرلمان العربي وسيتصدى لها خاصة تدخلات النظام الايراني في الشؤون العربية وسياساته العدائية التي تتنافى مع القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار واكد العسومي وقوف البرلمان العربي مع شرعية الشعب اليمني الشقيق ودعم ما تقوم به قوات التحالف العربي واكد ضرورة السمرار المشاورات اليمنية للوصول الى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها كما عبر عن تضامن البرلمان التام مع الشعب الليبي شقيق ودعم مساندة كافة الجهود التي تدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية واكد رئيس البرلمان العربي على دعمه لكافة الدول العربية التي تعرضت لعمليات ارهابية ومساندتها في كل ما تتخذه من اجراءات لمكافحة الارهاب والقضاء على التنظيمات الارهابية ودعم احترام سيادة واستقلال الدول العربية ورفض كافة التدخلات والاطماع الخارجية في الدول العربية ومن اي جهة كانت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر